حتى الآن أكثر من 110 قتلى سقطوا بالإضافة إلى عشرات الجرحى من قوات الجيش الوطني في الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب اتهم الرئيس هادي ومصادر عسكرية في الجيش ميليشيا الحوثي بارتكاب المجزرة لكن الحوثيين لم يصدروا حتى اللحظة منقفا واحدا تجاه هذا الحدث لا نفيا ولا إثباتا ولا حتى تعليقا مقتضبا انعكاسات هذا الحدث الضخم على الأروقة الدولية كانت أقل من المتوقع فقد أدان المبعوث الأممي تصاعد الأنشطة العسكرية في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب هذه الإدانة جاءت مترافقة مع تحذير لمارتين جريفث بأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعرقل هذا التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات السياسية والذي لم يره اليمنيون إلا في تصريحات المبعوث الأممي أما على الواقع فإن مشهد الحرب المدمرة هي الصورة الأوضح موقف آخر جاء من دولة إقليمية حيث أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الذي استهدف قوات الجيش في مأرب داعية في بيانها إلى توظيف جميع الأطراف لطاقاتهم من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن وتجنب الأعمال التي من شأنها تفاقم بيئة الصراع وتقديم الدعم الكامل لجهود الحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة موقفان آخران صادران عن مستشاري رئيس الجمهورية فدون الإشارة إلى الأطراف المتورطة طالب عبد الملك المخلافي بمحاسبة منفذي هذا الهجوم محذرا في الوقت نفسه من تراجع جهود استعادة الدولة في حال لم يتم محاسبة المتورطين واتخاذ التدابير المطلوبة أما بن دغر المستشار الآخر للرئيس هدي فقد خلص إلى أن هذا الاستهداف دليل على استمرار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي وأنه لن ينتهي إلا بتحقيق السلام العادل أو تحقيق نصر عسكري على الحوثيين يجبرهم على الاستماع بعده لصوت العقل والقبول بتنفيذ المرجعيات الوطنية ترجمة نانسي قنقر